السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم هشام واليوم معنا فتح جهاز Honor V30 Pro 5G الجهاز هذا مميز جدا لأنه يأتي بمعالج Kirin 990 5G واني متحمس جدا لتجربته وأيضا مقارنته مع جهاز Note 10 Plus 5G لأنه يأتي بمعالجات مختلفة وموضمات مختلفة فمتحمس نعرف أيهم يقدر يشبك أكثر بالنسبة للشبكة وأيضا حتى السرعات الجيل الخامس أيهم أسرع هل هو Honor V30 Pro 990 5G او Note 10 Plus بـ Exynos ومودم الخاص بـ Snapdragon خلينا نرجع للجهاز نفتح العلبة وحيطلع لك الجهاز جهاز مميز جدا تقيل إلى حد ما ولكن فيه مميزات كبيرة حنتكلم علىها أكثر إن شاء الله في فيديوهات مستقبلية اللون هذا هو اللون الأزرق ولكن بالنسبة لي اللون البرتقالي كان أجمل لون ولو تبدو تشوف جميع الألوان تابوني على الإنستغرام لني دايما نغطي في الأحداث والمؤتمرات أول بأول وأنا كنت في الصين لما تم الإعلان على الجهاز هذا فشوفوا حسابي على الإنستغرام تابعوه باش تكونوا يعني من أوائل الناس اللي تشوف آخر تحديثات وإصدارات الهواتف لأنه بالفعل أسهل أنك أنت تحطها في الإنستغرام على أنك أنت تحطها في اليوتيوب اليوتيوب تأخذ وقت الإنستغرام على طول نصور ونحط نرجع الجهاز من جديد طبعا الكفر الكلير كيس دايما يكون موجود فيه علب الأونر وأيضا فيه كتاب الاستخدامات الشاحن الموجود فيه هو شاحن 40 واط سريع جدا يشحن لك الجهاز فيه حوالي ساعة أو ساعة أو خمس دقائق هذا بالإضافة إلى أنه يجي مع كابل USB Type C وأيضا أدابتر خاص بالسماعات لأن الجهازها طبعا ما يجيش فيه فتحة 3.5 مم والي حاجة أصبحت معتادة عليها في جميع أجهزة 2019 الجهاز يجي طبعا من معاج الكهن 990 5G بالنسبة للذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت وبالنسبة للرام هي 8 جيجا بايت طبعا كعتاد قوي جدا وأداء قوي يعني جربت حتى مرة أني ندير وطلع أعلى حتى من ممكن بسبب الشاشة لأن الشاشة هنا هي LCD وليست AMOLED طبعا الجهاز يجي بالاندرويد 10 ولكن يجي من غير خدمات جوجل الجهاز هذا طبعا النسخة الصينية ومع ذلك هو يدعم اللغة العربية من أول ما تفتح الجهاز فممكن أنت لو شرعتها تجد تغير على طول اللغة العربية ولكن زي ما يقولنا ما فيش خدمات جوجل هنحاول طبعا نزل خدمات جوجل زي ما قدرنا في جهاز المي 30 برو ومعتقدش أن هي هتكون مشكلة كبيرة فكان هذا الفتح حول بصندوق الأونر V30 برو إن شاء الله هنتكلم عليه بتفصيل أكثر في فيديوهات قادمة وأيضا حيكون في مقارنة بين الفايف جي يعني تقنية فايف جي من هواوي وتقنية فايف جي من السامسونج فخلي نشيلوا الستيكر وتبدأ التجربة شكرا